في إطار تنظيم فرع البطاطا المخصصة للاستهلاك قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بعملية تخزين البطاطا للموسم 2016-2017 حيث قامت الهيئات المكلفة بالتخزين بتنفيذ هذه العمليات وذلك بتأطير من الديوان المهني للخضر واللحوم حسب ما جاء في بيان للوزارة وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية أكتوبر نوفمبر 2017 قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حسب ذات المصدر اطلق عملية إخراج مليون قنطار من البطاطا المخصصة للاستهلاك من أجل ضبط السوق وذلك ابتداء من اليوم وتندرج هذه الكميات في إطار النظام الوطني لضبط فرع البطاطا من خلال متعاملية تخزين تحت إشراف الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم ترجمة نانسي قنقر